أربع أصحاب في السنوي عندهم 17 سنة كلهم في اليوم ده كانوا صعدة جدا إلا بول واللي مش قادر يكون زيهم بسبب رفض بابا لطلبه أصحابه الثلاثة عكسه أخدوا مفت أهليهم واللي مضوا على إقرار بأن أولادهم يلتحقوا بالجيش الإمبراطوري الألماني إلبرت قال له كده هتفضل في البيت ومنطق هتتحكم فيك فرانزي قال له أنا حمدهالة ولما اعترض لودفيج قال له إن كده باباك هيدربك لما يعرف بول قال لهم ما ينفعش أفضل هنا من غيركم وفعلا مضى الورقة كأن باباها واللي مضوها اتجمعوا مع كل اللي جاهزين علشان يدخلوا الجيش زيهم المسؤول عنهم قال لهم كلها أسابيع بسيطة وترجعوا لأهليكم تاني بس لما ترجعوا حتكونوا رفعين رأسكم لفوق لإن انتوا أبطال كانوا الأصحاب الأربعة فخورين جدا بنفسهم وإنهم فعلا ما بقوش أطفال بقوا رجالة الرجالة اللي البلد هتعتمد عليهم وأثناء تسجيل أسماءهم واستلام ملابس الجيش بول قال إن اللبس ده مش بتاعي مكتوب عليه اسم واحد تاني الضابط قال له أكيد كان صغير عليه ودلوقتي هو بقى بتاعك لكن أخذ الاسم ورما في الأرض جنبه وكان موجود أسماء كتير على الأرض والحقيقة إن دي ملابس الجنود اللي ماتوا في نفس الحرب الجنود اللي بيسبوهم على الأرض لكن بياخدوا منهم اللبس حتى الجزمة ينظفوها من دمهم علشان الجنود الجايين جداد يلبسوها الأربع أصحاب لسه بيحلموا إن هما لما يرجعوا بعد كم أسبوع حيكون في انتظارهم أجمل بنات واللي حيعيشوا معاهم قصص حب جميلة كانوا بيلبسوا لبس الجيش والابتسامة مش مفارقة وشهم ولسه برضو بيغنوا وبيحلموا وهم مع بعض لغاية مريكبو العربيات علشان تنقلهم كانوا أول كلمات سمعوها إن هم رايحين لمكان قذر جدا وصلوا للميدان الغربي بباريس والقائد قال لهم دلوقتي انتوا في الفرقة الاحتياطية رقم 78 الشباب اللاربعة لسه صعدة وكلهم حماس لكن أول ما وصلوا بالعربيات على الجناح الطبي أخذوا منهم العربيات كلها وده علشان ينقلوا فيها الجنود الجرحة القائد قال لهم إحنا هنكمل ماشي وهو في طريق قال لفرانز إنت مش رايح حفلة شاي لو مش عايز تموت النهاردة وتعيش على أقل تلت أسابيع تحرك بسرعة وقعت جنبهم أول كنبلة القائد قال لهم البسوا الأقناعة وبول كان بيساعد صديقه علشان يلبسها وده خليه يتأخر في لبس قناعه طبعا القائد قرب منه وقال له انت أكيد حتموت قبل الفجر علشان كده كل حاجة كان بيصخر منه وأمر انه هو إيبا معاقب قال له ما تقلعش القناع لغاية ما نوصل وصلوا على الخندق وبول كان مش قادر يتنفس فعلا ويف قدامه كاد جندي أكبر منه في السن عرفوا ان ده حال الراجل لما ياخد سلطة وطبعا كان يقصد القائد بتاعه بصل فوق وقال له هنتعرض النهاردة لقصف جديد جدا الأربع أصحاب بعد ما كانوا وقفين قدام مدرستهم دلوقتي وقفين وسط النار بيبصل بعض مش مصدقين اللي بيحصل لهم وقال له ان احنا ما كناش متوقعين ان الوضع يكون كده ايديهم اتجمدت من المياه كانت قرب منهم وساعدهم علشان ايديهم تدفع قال لهم حطوها جوه هدومكم أول ليلة ليهم كان بولو وصديقه صهرانين اللي اتنين ما عندهمش اي خبرة لدرجة النبول اتعرض لضرب نار وده بسبب انه كان مطلع راسه الفوق كان اللي اتنين مرعبين ظهر قدامهم كات عرفهم ازاي يحموا نفسهم علشان ما يموتوش أول ليلة كانت الاصعب عليهم وهم تحت الارض والضربوا فوقهم وهم في حالة رعب لطفج عايت قال انا مش هقدر اعمل كده عايز ارجع تاني لبيتي ومش هو بس اللي كان منهار واحد تاني من الجنود قرر يروح الكائد حاول يوقفه لكن فشل معي ولما خرج بالعافية وقعت عليكم بلا في الوقت ده الكائد طلب منهم يخرجوا بسرعة من الخندق قال لهم بسرعة لانه هيوقع علينا بول لما فتح حنيه كان تحت الارض اصحابه خرجوه بس طبعا سابوه بسرعة علشان يشوفه غيره كانت حالته سيئة جدا وكاد اداله لقمة علشان يأكل الكائد قرب منه وسأله انت مجروح ولما قاله لأ الكائد قاله يقبى تقوم تلم الشراط من على صدور الجنود الميتين وهو بيجمع الأسماء لقى نضارت صديقه لدوفيش وبعد متر واحد لقى جثته كان بيبص عليه مش مصدق انه هو ميت قدامه كان بيعايد على صديقه وهو منهار بيقفل ليه باتلة الجيش بمنتهى الحرص بعد 18 شهر في وجودهم في المكان ده وفي القيادة العليا للجيش الألماني كانت الجسس عندهم مجرد أسماء واللي كانوا بيجمعوهم علشان يعرفوا كام قتيل لكن طبعا كانوا متأكدين انهما بيخسروا الحرب كات اخد بول على مزرعة عشان يسرق وزة عايزين يتبخوها ويأكلوا أكلة سخنة المزارع الفرنسي شاف كات وهو بيجري منه قاله المرة الجاية لو جيت هنا حقتلك لكن فرحتهم بالوزة اللي معاهم نستهم اللي حصل اتجمعوا الثلاث أصحاب معا كات وجندي تاني بيأكلوا الوزة بعد ما سووها ولسه بيغنوا لأن عندهم أمل في الرجوع لبيوتهم والصبح شافوا بنات فرنسيات وقرب منهم فرانز وفعلا قدر يمشي معاهم هما كانوا بيبصوا عليه مش مصدقين الجنود كان أكتر وقت بيسعدهم لما يصولهم جوابات من عائلتهم في اليوم ده كات كان سعيد جدا بجواب زوجته بول كان بيقراله الجواب وعرف أنه كان عنده ابن ومات وهو طفل صغير رجع فرانز بعد ما قدى ليلة مع البنت الفرنسية كان معاه منديل منها ذكرى بيكلمهم عن جمالها وجمال بشرتها وهم كانوا بيتحكوا خرجوا في مجموعة بيدوروا على جنود جداد ما وصلوش لعندهم كانوا فاكرينهم تايهين في الطريق ولما لقوهم كانوا كلهم ميتين وصل مجموعة من قادة علشان يتفاوضوا مع فرنسا لعمل هدنة وفي الوقت اللي عندهم أجمل أكل قدامهم كانوا الجنود في أسوأ أجواء حواليهم وحتى مش لقيين الأكل الجنرال الفرنسي ادالهم الشروط وطلب منهم 72 ساعة علشان يمضوا عليها وزير المالية الألماني ماتياس واللي كان مكلف بالمهمة شايف أن دي فترة طويلة جدا وأن كل ثانية بتعدي بيموت شباب لكن طبعا الجنرال الفرنسي قاله لو مستعجل امدي دلوقتي وزير المالية ما يقدرش ياخد القرار لوحده كان مضطرر يرجع للقادة الألمان علشان يوافقوا على الشروط الصعبة 72 ساعة فعلا كتير جدا وحصل هجوم عليهم وخسر بول صديقه ألبيرت صديقه اللي كان بيطلب المساعدة ويتحرق قدامه لكن شدوا القائد علشان يكمل ويسيب صاحبه انهار فعلا وأول ما سمع القائد بيقول جمعوا صفوفكم تاني واستمروا خليكم رجالة قرب منه وضربوا بالسكينة ولما لسه بيتلم حطوا في بقوطين لما شاف انهو رغم كل اللي عملوه بيخسروا ويموتوا قدام بعض لكن قلبه ضعف قرب منه حاول ينقذه بس بعد فوات القوان انهار بول مش مصدق انه عمل كده ولما شاف جيبه انهو زوج وعنده طفلة انهار أكتر وعده انهو حيراعي زوجته وبنته وصلوا على مكان تاني بعد ما عرفوا انه خلاص بعد السنين دي كلها يمكن الحرب تقف لقوا صديقهم فرانس واللي كان مصاب قال لهم أنا مش قادر حرك رجلية قال له مش هينفعي قطعه رجلية مش هقدر حقق أحلامي وانا على كرسي كان بولو كات بيحاولوا يهدوه ان دا مش هيحصل ولما جابه له قتل كان بيتحك قال لهم جبته معايا أدوات المائدة لاني ما بعرفش أكل من غيرها هم كمان ضحكوا على كلامه ولما مسك الشوقة ضرب نفسه في رقابته كانوا بيبصوا عليه ومش قادرين يسيطروا على النزيف لغاية ما مات قدامهم من غير ما حد ينقزوا في الوقت دا القائد الفرنسي الموجود علشان التفاوض شايف ان المخبوزات اللي بيأكلها مش طازة وده شيء كان مدايق جدا حتى أكتر من أخبار الجنود اللي بيموتوا كل يوم وطبعا رفض ان هو يأكلها لما مضوا الألمان على التفاوض قال لهم الحربة هتنتهي الساعة 11 بكرة وزير المالية الألماني قال له ليه مش دلوقتي وننقذ الباقي من الشباب لكن هو رفض وأصر على المعادة اللي هو حدده في الوقت دا عرف كات ان الألمان مضوا على الهدنة مع الفرنسيين وفعلا أصوات القنابل وقفت خالص كانوا ماشيين بمنتهى السعادة بس قرروا يروحوا مزرعة المزارع الفرنسي تاني عايزين يحتفلوا ويسرقوا وزة جديدة وهم على الباب قال لبول ادخل انت لأن المزارع لو شافني حيقتلني وفعلا دخل بول وشافوا ابن المزارع وحتى مقدرش ياخد الوزة أخذ بيت في جيبه وجري طلع لكات وهم الاتنين كانوا بيجروا ولما لقوا البيت القصر كات قال له مفيش وقت نستنى هناكلوا دلوقتي كان سعيد جدا انه وداء البيض ماشي معاه بيحلم يرجع لزوجته قال له انت لازم تدخل الجامعة وتكمل تعليمك وحقق كل أحلامك وانا لو عندي حلم حلم الوحيد اللي انا عيش مع زوجتي ولما انفصلوا عن بعض الثواني وصل طفل ابن المزارع قدام كات سمع بول ضرب النار وصل كاتل عند بول بيسألوا ايه الصوت ده عرفوا ان ابن المزارع ضرب عليه نار شالوا علشان يقضوا على الكتيبة لكن اول ما وصل مات بول بيبصلوا مش مصدق انه هو مات رغم ان الحرب انتهت جمعوا كل الجنود وخرجوهم من ساحة الكتال وصلوا على القائد واللي كان عصبي جدا قال لهم هترجعوا للوطن وانتم هربانين زي الأرانب ادى لهم أوامر انهم هيرجعوا تاني للخنادق لازم ينتقموا من الفرنسيين اننا تهزمنا الجنود فيهم اللي انهار ورفض يرجع تاني وطبعا دول اخدوهم علشان يتحكموا بمخالفة الأوامر والباقي اضطر يرجع تاني وكان من ضمنهم بول واللي بقى لوحده بعد ما كل اصحابه ماتوا رجعوا تاني وباقي وقت بسيط جدا على وقف اطلاق النار نهائيا حصل تشابك مع الفرنسيين وبول قدر ينقص شاب ألماني من الموت لكن وهو واقف قدام الفرنسي وخلاص باقي ثوانيا على وقف اطلاق النار ضربوا من وراء واحد فرنسي في اللحظة دي وقع بول على الأرض وبقت الساعة 11 بالزبط وانتهت الحرب الشاب اللي كان بينقزه قرب منه قائد سأله انت مجروح ولما قاله لأ قاله لم شاراط الأسماء اللي ماتوا وهما بيجمحهم لأ بول اللي أنقص حياته لكن لقاه ميت كان ماسك في ايديه منديل صاحبه اخد منه المنديل وحطه حوالين رقبته مات بول قبل لحظات بسيطة من انتهاء الحرب الكصة حقيقة لأربع أصحاب كان عندهم أحلام عايزين يحققوها لكن ما قدروش في الحرب دي مات أكتر من 3 ملايين شاب زيهم والسبب احتلال بعض أمطار من الأراضي واللي بقت متشبعة بدمه أحلام الشباب